كل واحد كل واحد نفسه طبعاً أنه يبقى أعظم شيء نفسه يبقى أكبر حاجة بس مش كل واحد هيوصل على فاكرة في ناس بتقع طب أنا أخد أي مجال هل المطربين اللي كانوا موجودين من ثلاث سنين هم اللي موجودين دلوقتي حتى المطربين لا هل عيبت الكرة اللي كانوا موجودين من سنتين ثلاثة هم اللي موجودين دلوقتي لا في ناس بتوع في ناس بتضيع هي دي الحياة هي الحياة عاملة كده التدافع بتاع الناس وقدرات البشر وهو الأخر حقول لكم مثل بسيط وبرضو زي بقول لحضراتكم أنا ما بنصحش ولا بقول لك اعمل ايه وما تعملش ايه لغاية من خمس ست سنين في هذا الوطن كنا نعرف أسامي الأغنية ده عيلة فلان عمعرفين عشر اتنشر واحد انت عرفهم كلهم ده فلان بتاع كذا ده بتاع الحديد ده بتاع العقار ده بتاع الأسمنت عرفانهم بلايس في السبع تامن سنين اللي فاتوا هناك في مصر مليونرات جداد لانج لانج انت ما تعرفش أساميهم فيه ناس بتعمل فلوس اصحى فوق فيه ناس بتعمل فلوس هم دول المية اللي بياخدوا مية عربية اللي نزله هم دول المية اللي بياخدوا مية فلا اللي نزله هم دول المية اللي بياخدوا كل اللي بيش عارف ايه اللي رايح فين ومسافة بيطلع دايما جداد كان زمان استاذنا الدكتور حسين مونس كان عامل مقال او مقالات في مجلة اكتوبر كان كنت قرأه وانا يعني في سنوي كده كان اسمها البشوات والسوبر بشوات كان بيقولك انه ايام الملك افندينة كان فيه البشوات بعد ما الملكية خلصت بقى فيه سوبر بشوات فيه ناس بتوصل بس برضو دول ايه شريحة انت لازم تفهم الكلام ده انا هتقول ايه انت بتحبط انا ما بحبطكش انا عايزك تبقى يعني محدش ينصب عليك انا بتجنن فعلا من الكلام ده مش كل واحد جاب جاراج وحط فيه كمبيوتورين هيعمل ابل زي مش كل واحد نزلت قدامه التفاحة فوصل لقانون الجاذبية طب ما التفاح بي